حضرتك يمكن في فترة من الفترات دعيت أنك أنت تشارك في حوار إسلامي مسيحي ورفضت لا أنا رفضت إلى أن أنا كنت بشترت يعني وكانوا بيجوا يدعوني وحماس شديد يعني لكن كنت قلت لهم في شرط واحد حاجي بس هنقض الحوار يقولوني معلش السريح ومع السلامة لغاية لما في وقت معين قالوا لي تعالى الآن نحن مستعدون للإستماع إلى نقضك لحوار الأديان فأنا حضرت بعدها كان آخر لقاء لحوار الأديان لغت ودخلوا في مشروع جديد وهو ما يسمى بالظاهرة الدينية لما دخلوا في الظاهرة الدينية أصبح فيه فرصة لية أن أقول لهم إذن لما نتعامل مع الظاهرة الدينية غير لما نتعامل مع الأديان في الظاهرة الدينية دي ظاهرة من صنع البشر فتقدر تتأخذ راحتك في نقضها في يعني يمكن أن يعني يتم تناولها بشكل أسهل من تناول الدين نفسه طبعا طبعا وما فيش عرج أتكلم زمت عايز دي ظاهرة دينية زيها زي أي ظاهرة أخرى فمن وقتها أنا أدخلت بقى مسألة الأصوليات الدينية نعم لأن أنا قلت له مدام حوار حول ظاهر دينية يبقى الآن من حقنا نحن نعمل حوار حول الأصوليات طبعا وجدت صعوبة شديدة جدا لكن كان فيه الهند رحبت جدا بمسألة التناول للأصوليات لكن أظن أنه الطيار الأصولي في الهند أقوى والدليل على كده زي ما قلنا في الحلقة الأولى يعني فوز مودي باكتساح